بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذا جواب على الأسئلة يوم ١١٢١ ٢٠٢٢٠ نبدأ أخونا هذا أين يبيعه؟ والله يمكن أن أفهمت كيف يبيعه؟ هذه الخضر الكتب لا أفهمه هذه الخضر الكتب لا أفهمها لا أفهمها في الخضر الكتب لكننا كنت ندفذون العاصمة موجودة في الخضر مثل الكراي هذا يا بوليسي شكرا على الموجودات التي تقوم بها في سبيل العلم والتعلم جزاك الله خير وأعطاك الصح والعافية أمين يا رحم والديك عندي سؤال عندما ينضغط عندما ينضغط عن المرياج هل العمود الحديدي الذي يسير إلى علبة السرعة يدور أم يتوقف عند الدوران؟ شكرا نوع السيارة أنت تقصد القطعة التي خارجها من العرب السرعة السرعة ماشية للمحرك هذه كنت تتوقف العمود لك أنت هو عرب نسموه نحن بريس ديركت طبعا إذا كان ما يوقف ما توقفش هو السيارة لا تقفش إلا أن تضع أنت بومور هذا ما في تأثير ما ذا كدور أنت تنزل على المرياج ويفصل إن شاء الله أكون أنا فهمت السؤال كما فهمت سيد أبعث لي فيديو وفهمني فيه لدينا أخونا بعضنا رسالة على الواتساب السلام عليكم أخوي مختارك كيفك أنا ثائر من الأردن هو اسمه ثائر من الأردن وتابعوك على اليوتيوب عني مشكلة تعبت من بدي حل للمشكلة أخونا أخونا أنا ثائر من مريض ولم أردت عليه و يعني و وما أنت لا يسليش عذر لم ترى كتاب لي أنت كلامك ليس صحيح على ما بدك تساعد الناس وأنت كذاب وما تردش على رسالة يعني شفتوا قولنا نوصلنا المسلمين شفتوا قولنا نوصلنا الشك في بعضنا شفوا قولنا يعني لجال يمكن هذا السيد هذا يمكن المريض ممكن عنده حالة عنده حالة وفاة عنده حالة حالة مرضية ظروف معينة يعني ما دمك أنت ملبيت ليش الطلب متاعه معتها أنت كذاب يعني وعليش أنا قلت لك ما عاش رد على على الرسائل وما عاش رد على التليفونات إلا على الفيديوهات لأنه هبلوني راه وراني راني جنيت من 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 الناس كيف هدم يعني لأما تلبي له رغبته كما يحب هو ولا أنت مش باي أنت مش مريح أنت مش كويس يعني شفتوا نوصلنا احنا المسلمين في بعضنا كيفاش ربي سبحانه وتعالى بشي غفرنا عموما شكرا أخويا ثائر وأنت ثائر من الأردن وأخواني في الأردن مش إن شاء الله ما يكونوش كيفك أنت لأنه بالأكيد ما هو مش كيفك مدامكم ما رأيت ليش ظروفي وأنا مريض وأنا تعب قلت لكم أنني عملت لكم حتى فيديو قلت لكم أنني مريض ما عاش من الرجع من الرد على رسائل لا كتابيا ولا تليفون وباقي مسائل ما جاء رسائل و جاء التليفونات و كل يوم يكلموا و مفيش حتى مفايدة أنا قلت لكم اللي عنده فيديو وفيديو يكون شرح كامل فيه بالصوت والصورة ويشرح كيفاش بالضبط الموضوع هو حتى هو هذا يا أخونا ثائر الله يسامحوا بعثنا فيديو يوريني في المشلم بتاع السياء لكن ما حكى ليش واختاش وكيفاش وش موني صار وش عمله ونفحص شجاله ووقتها صارت المشكلة هذية ما قال ليش الله يسامحك يا أخونا ثائر هذا يا أخونا محمد والله يسارت معي أكثر من مرة هذا مشكل هذا مشكل البطارية في الشتاء حتى مع البطارية السيف تمنع رياشة التبريض من الإقلاع ويعطيني كميوت الخطأ في المحرك قمت بسكنار وكل أحد يحكي أحكاية وخسرت وقف الزامي مع إصلاح وخسرت هذا غير حسات وذاكر الشاشة وهذا فتر هو وحتى غيرت البطارية أقوى كل شيء صار جيد والزيت ولكن دون جدوى الحمد لله شوف مرورة البريسيون جزوى الله يكون في عونك نحن متفاهمين شكرا على جميع المعلومات شكرا بارك الله بك شكرا بارك الله بك أجمعين اللهم أمين في المنطقة كل مكان الرتور أقل يعني يعدي للمحرك غير خير لا يوجد مزدود صحيح السلام عليكم أنا عاودت الموتور الجديد ومشكلة طبعتها لا تكسريش ما هو الحل أبعث لي فيديو يا محمد وريني المشكل لنشوف معك يمكن أن يكون عندك أجل كثير أنا لا أسوأ أمين السلام عليكم أخي ممكن تخبرني محرك 1.6 رنوف ليونس ما يفعل لن أطلب المحل السعار كلها في المحل هذا رقم الهاتف 0216 22 250 848 ماذا برك الله فيك أهم مختار سؤال لدي موتور بكوة ينوض بالدفع والديمارير لا ينوض أبعث لي فيديو وريني سمعني صوت الديمارير وهو يدور يمكن أن يشكل لديك شيئا أخرى ماذا يقول ماذا يقول يا نادر لا أستطيع أن تفرغ هذه الفيديوهات يا نادر اكتبوا لي اكتبها كاملة ونرد عليكم هذا الحبس الله يمكننا من الحبس مختار تعيش إن شاء الله أخوك من الجزائر لدي مشكلة في سيارة كومبيس واحدة وثلاثة اثنين لدي صوت في سرعة 4 ايام يمكن أن نضغط على المبرياج ويختفي الصوت كأنها 305 يجب الصوت أبعث لي فيديو أم لا يمكن مشكلة لديك إذا كان في سرعة واحدة لديك مشكلة أبعث لي فيديو يكون أفضل أو جوابك أحمد قال لك ثبت وزيت البوات هذا فيكسورجي ستي بروفيسيونال نحن نعم مرحبا بارك الله وفيد كامل مخترى واسل نتعلم منك إلى الكثير اخترام وعلمت جيال من كل العالم أنت درك ما عليك لتعرفها سوف تقولها لنا يعطيك الصحة شكرا يا أخي حسين وهذاك هو نيتي وقصدي وربي سبحانه وتعالى يحسبني على ذلك اللهم أمين ممكن مكان حساس عداد الصرعة في الرنج الأمريكية إذا كان عندك أبياس حساس في السيارة حساس في الأمريكية شكرا يا أمين يا رب العمين لم أعرف المشكلة لم يتغلط المحرك لا يعلم أن يصلح هذا المحرك يمكن أن يزيد خمسة سنوات وهذا صوت عمود الكرانك في البروكان قلت لي أنه صوت في البروكان وعيش في أوروبا سيد هذي وين يكلف حق المحرك مرتينة ثلاثة ما هو المحرك في البروكان لدينا لدينا رمزي تخلفت في الطندور ويكسب بها الطندور لكي تستعمل بولونة عسرة توقعه في الكاش يدفع يجب أن يكون أبو جي بريش الفارج لا يمشوه عمر همدي ماري تستيه ويكسب أربي يشفيك يا رحمة والديك يا مختار صاحبه بروحك وخبرنا كيف يمكن أن يتواصلوا معك كيف يسهل لأربي أن تفتح حركة سيرو ويزول الوباء إن شاء الله ربي لدينا رقم المحل وهو كما خبرني بكل كبيرة وصغيرة السلام عليكم السلام عليكم شكرا لك هذا يكتب لا يمكن أن نقرأها يا عم مختار يمكن أن نبدل الموتور هندا سي بيك بموتور آخر لا يزاديك لا يوجد فكرة أمين يا رب العالمين السلام عليكم أمين يا رب العالمين أمين يا رب العالمين بارك الله فيك يا مختار شكرا لك يا سليب الله أعزك أمين يا أجمعين يا مجيد السلام عليكم مختار المحرك ينقص ديت ويفور انبعاث بخار زائد من نزوم جورجبيل نوع المحرك 1.9 ساعة سيارة ميغان هل المشكلة في المحرك؟ لا المشكلة في المحرك نعم المشكلة في المحرك السلام عليكم يا مختار غيب تعلينا فرشة شكرا يا عمر الله غالب يا عمر قدر المستطاع كل القوة الضعف ترجع هذاك الحال كل المشكلة الكبر كنا يعني عنا طاقة معينا وعنا مهما نقدوها وساعات نعيشوها ان شاء الله ربي يغفرنا جميعا شكرا يا شرهاد عمر بارك الله شكرا يا شكرا يا باري لديه عدة أسباب ليس سهل علي العملية أعطي فيديو أسرح به المشكلة عم مختار عندي كابسونسنك تيربو أحبت أن نلغيه تيربو كل وش من قدر ندير لكي السيارة لا تضعف ولا تدير دخان أسوأ أركب كل أكثر عادي نحي تيربو لكل أكثر أضع كل أكثر عادي وكانت مازال فم دخان إذا كان لديك نقص زيت كان لديك نقص زيت لديك نقص زيت ثم كان لديك نقص زيت ومشفت مازال فم دخان أغير لها كابسون عادية وليس تيربو هذا إذا كان لديك نظيف وماكد تزيد وأخونا مصدفة بارك الله في جوابك أعطيك الحل السلام عليكم السلام عليكم نحن نعرف المشكلة كيف أحلها لم يعجبني الفيديو والله أنت حر يا صفا السلام عليكم السلام عليكم تركت الماء يدخل الأساتم خطأ قادر يعمل المشكلة أخرى قادر يعوج بارك لا في البنزينة لا يا ناصر في البنزينة لا يعمل شيء في البنزينة لا يعمل شيء لأن البنزينة لا يعتمد على الضغط لأن البنزينة لا يعتمد على الضغط عادي لا تخاف مني يا أخي أهدرت بالعربية خير المشكلة أنا نفهم الفرنسي ولكن الصح الفرنسي لا تفهمتش ربي فهمنا يا رياض نقم في الهاتف عن مختار أنا لا أعجب أن يجاوب على التليفونات نقم المحل سلام عليكم أخي سؤال بجوة ثلاثمية وثمانية وثلاثة جديدة كيف تسمعها في سوق الله الله أعلم أسهل أصحاب الخبرة في الأسواق الذي يبيع ويشرق عن مختار سؤال هل البومبة تكون ضائعة تنفخ أو دريت أو لا كانت تسخن إذا كان هو النفخان المغير حرارة ما أعطنا البومبة أخطيها أما البومبة إذا كانت تبدأ ضائعة تدخن السيارة طبعا كانت تسخن السيارة أكثر من الأسواق لا تنفخ أحيان أحيان ريكولاتير ديبريسيون أي سيليكون نستعمل لمضخط الديزل لماذا سيليكون يا سيليكون في المزوط لا يشد لا يشد نحن 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 سيليكون السلام عليكم مختار لدي بيجو سيح لزيت من التيربو وتقتر على الكاتليزير نحن ما لا يشد تغوية السبب السبب هو أن محرك يجب تدخل و لا يضرب أن يضرب يخرج من جهة التيربو من جهة تدخل و من جهة هناك من مكان واحد هناك دستانسات بنزين يكون نمشي عادي من بعد التخنق وتعاوض تتسرح أحيانا نمشي عادي أعمل سكنار نكتفي بهذه القدم سلام عليكم ورحمة الله